زالت مستفحلة في البلاد وعمالة أجنبية تضاهي المحلية التي تقدر أعدادها بأكثر من 35 ألف والوضع الاقتصادي في ترد نحو الأسوأ كلها أسباب أدت لنصف دخل المواطنين على غرار هذا أقيم المؤتمر الوطني الخاص بسوق العمل في العراق الذي تنظمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية في البلاد بينما أطلقت تحادو غرف التجارة منصة إلكترونية لاستهداف الأيدي العاملة هذا يعتبر مهمة أساسية من مهام وزارة التخطيق تضمين موضوع سوق العمل عن طريق توفير فرص العمل العمل بصورة عامة والعمل اللائق بصورة خاصة لأهميته في موضوع السياسات الاقتصادية والاجتماعية سياسات تخفيف من الفقر وسياسات التنمية البشرية نحن كاتحاد غرف تجارية عراقية منظمة اقتصادية المهنية نضم أكثر من 18 غرفة تجارية وأكثر من مليون 200 ألف تاجر نعلن عن انطلاق منصة إلكترونية لترويج لفرص العمل واستهداف الآد العاملة الشبابية والطاقات الكامنة في سوق العمل العراقي من خلال هذه المنصة من خلال فرص العمل الموجودة لدى منتسبية الغرف التجارية في القطاع الخاص بالعموم والقطاع التجاري بالخصوص المؤتمر جاء لمعالجة تفاقم الأزمة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للعاطلين من أجل الحد من البطالة المقنعة وغيرها من خلال إنشاء صندوق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل التي تعتمد على دعم حكومي وأن كانت لم تمول منذ سنوات مضت لكن الوزارة عاودت إطلاق دفعات لتمويل الشاب الباحث عن العمل صندوق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل يعتمد على الدعم الحكومي لهذا الصندوق هذا الصندوق لم يمول منذ عام 2012 تقريبا وبالتالي المبالغ المرصودة لهذا الصندوق تبقى قليلة لكن الوزارة أطلقت لحد الآن أكثر من أربع دفعات وعلى وشك إطلاق الدفع اليوم أو غدا دفع جديدة تبلغ خمسة ألاف قرض للشاب الباحث عن العمل والذي يسعى إلى إيجاد مشاريع صغيرة مدرة للدخل وزارة العملية عملت على تنسيق مع وزارة الداخلية للحد من استقطاب الأياد الأجنبية في حين يفترش شوارع البلاد الكثير من الكسبة الذين لا يجدون قوت يومهم لكن لا حياء لمن تنادي من بغداد كريم ستار قناة الرشيد الفضائية